رسم الجهاز الهضمي في الانسان نرسم الأنف هذا مكان الأنف وهذا مكان الفم نرسم صورة مثل نصف دائرة منحنة هنا منحنة ثانية ونضع ثلث هذا الأنف وهذا الفم هذا الأنف وهذا التجويف الفمي تجويف الأنف وهذا تجويف الفم ونرسم هنا الحنك هذا الحنك هذا التجويف الأنفي وهذا التجويف الفمي نضع الغدة اللعابية النكفية شوفوا هذا اللسان هذا الأنف هذا الفم هذا اللسان غدة لعابية تحت اللسانية وهنا نرسم غدة لعابية تحت اللسانية وهنا نرسم غدة لعابية تحت الفكية هذن هذول غدة اللعابية النكفية وتحت اللسان وتحت الفك هل غدة اللعابية هل غدة اللعابية شوفوا هذا اللسان هذا اللسان هل نرسم هنا اللسان شوفوا هنا اللسان نرسم هنا نرسم هنا الأسنان هاي الأسنان هاي شفة هذا الأنف نحط نكتب الأسنان إذن هذا الأنف وهذا الفم هاي الأسنان وهنا موجود اللسان هاي الأسنان شوف هاي الاسنان هاي الاسنان مالفك العلوي شوف هاد المكان يسمون البلعوم يفتح بالانف وبالف يعني هاد الانف وهذا الفيم ولي جوه هاد المريء وهنا موجود الحنجرة ويفتح ويذان قنات اوستاكي اذا شوف هاد البلعوم يفتح من الاعلى ويالانف مقابل الفيم لي جوه موجود المريء واللي جهة الامامية هاي الحنجرة هاي الجهاز تنفسي هذا لسان المزمار ويفتح ويالاذن الداخلية يعني بالاذن الوسطى بالنص يسمون قنات اوستاكي شوف هادا تجويف الانف تجويف الفيم قنات اوستاكي يتصل بالاذن الوسطى وهذا البلعوم هو من الاسفل ويالمرئ اما هاي لسان المزمار وهاي الحنجرة هسا عدنا المريء هذا المريء يتصل بالاعلى بالبلعوم ويجوه بالمعدة نرجع الرسمتنا اذا هسا هذا اللسان هذول الغدد اللعابية نحط هنانا الاسنان نحط الاسنان مقدمة الفم اذا هذا المريء يبدأ من البلعوم وينتهي هنا نحن نرسم المعدة شوف المعدة نرسمها مثل حبة الفاصولية هي كيس هاي المعدة شوف هاي مو المعدة هذا التركيب القريب عليها يسمون الاثنى عشر بداية الأمعاء الدقيقة طولها من ستة الى سبعة متر فنسوي التفافات كيفكم هي بالحقيقة ملتفة هتشي بس احنا ما نرسمها هتشي هوسة نرتبها اذن هاي الامعاء الدقيقة هنا لحن نرسم الامعاء الغليظة تصير فوقها شون نرسم الامعاء الغليظة هاي نسوي نهايتها الامعاء الدقيقة تبدأ بالامعاء الغليظة هذا يسمو الأعور هاي الزاعدة الدودية فهذا يسمو الصاعد قولون الصاعد نحن نحط واحد بالعرض اقعرض ونسوي مثل يعني انحناءات لانه يحتوي على الفضلات الانسان هواية فنرسم هذا القولون الصاعد انه بنسوي بالعرض مستعرض هذي نسمي قولون النازل انه بنرسم المستقيم وهاي المخرج اذن اول ما نرسم هذا الانف هذا الفم هذا المريء كيس يسمو المعدة هاي الاثنى عشري يجي هنا يعبر هاي الامعاء الدقيقة شوف نبدي نسوي نمثل خط اللي هي تفتحنه بالامعاء الغليظة هذا قولون صاعد هذا قولون بالعرض مستعرض قولون نازل هذا المستقيم هاي فتحة المخرج هاي يسموها القناة الهضمية تبدأ من الفم مريء معدة اثنى عشر بداية الامعاء الدقيقة تلتف سبع امتار ستة الى سبع متر شوف تبدو تدخل النهنانة بالامعاء الغليظة اول شيء زاعدة الدودية هذا الامعاء الغليظة اللي اول شيء قولون صاعد قولون مستعرض قولون نازل مستقيم فتحة المخرج هسه نجعل غدد الملحقة نرسم الكبد هنا مو هاي المعادة هاي جهة اليسرة فالكبد بالجهة اليمنى هنرسم فتحة مثل قبعة اذن هذا الكبد هذا الفص الايمن نكمل لها القبعة فص ايسر هاي جهة يسرة وهاي جهة اليمنى هذا فص الكبد الايسر وهذا فص الكبد الايمن هسه نرسم الكبد هنا شوفوا مثل قبعة هنه نحط فاصلة وهذا يدل على الفص الايسر وهاي جهة الفص الايمن شوف هنه نرسم المرارة عبارة عن كيس يسألنا على الكبد هنا نرسم موجود المرارة شوف هاي كيس المرارة جوه الفص الايمن الايسر معلنا به هي موجودة جوه يعني يغطيه فيحنا نرسمها هاي المرارة كيس المرارة شوف هاي كيس المرارة تنزل منعتها قناتي يسموه قناة الصفراء تنزل شوف هاي كيس المرارة تنزل منعتها قناة الصفراء وين الصب الصب الاثنى عشر بداية الامعاء الدقيقة هنا جوه المعادة موجود البنكرياس نرسم هنا هذا البنكرياس شوفوا هاي مول مرارة بها قناة الصفراء تتصل هي والبنكرياس وصبون بالاثنى عشري يعني هاي قناة الصفراء وهي قناة البنكرياس هنا تصبون بالاثنى عشري هاي يسموها غدد ملحقة الكبد والبنكرياس والغدد اللعابية إذن هاي الغدد اللعابية هاي غدد ملحقة اللي هي الغدد النكفية تحت اللسانية والغدد تحت الفكية غدد ملحقة الكبد متألف من فص ايسر وفص ايمن هاي المعدة بالجهة اليسرى وهي جهة اليمنى إذن الكبد متألف بفص ايسر وفص ايمن هاي البنكرياس هاي من غدد ملحقة هاي البنكرياس بقناة البنكرياس تتحدو القناة الصفراء ويصبون بالاثنى عشر بداية الامعاء الدقيقة هاي الامعاء الدقيقة شوف باقي نسوي مثل شخابيط هاي طولها من ستة الى سبعة متر ونسوي هنا مثل بداية هاي امعاء الغليظة هاي زادة الدودية هاي قلون صاعد مستعرض قلون نازل هاي المستقيم هاي فتحة المخرج اذا هاي الامعاء الغليظة هاي قلون صاعد قلون بالعرض مستعرض هاي قلون نازل نرسم المستقيم نحط هنا الكبد وهي قناة الصفراء هاي كيس الصفراء هاي قناة الصفراء نحط هنا البنكرياس ما نبين من عنده شوية هذا البنكرياس هنانا هاي قلون نزوج